أهلا بكم من جديد خليفة الخضر أحد الناجين من سجون عصابة داعش الإرهابية في مدينة منبج شمال سوريا يروي ممارسات العصابة الوحشية بحق الأسرى الذين يحاول بعضهم الفرارة والنجاة بما تبقى له من أمل في الحياة والبعض الآخر يبحث عن وسيلة صمود حتى النهاية أربعة جدران تحيط بهم من كافة الجهات بعضهم يحاولوا كتابة اسمه كي يتذكره قبل أن تنهجه ذاكرته أثر الاعتقال والتعذيب والبعض الآخر يكتبه كي يتذكره الجميع علّه يخرج يوما ما أو يقرأ أحدهم اسمه ليخبر ذويه أنه ما زال على قيد الحياة لحظة صعبة يرويها جميع من خرجوا من السجون التي أقامتها عصابة داعش الإرهابية في سوريا اتوزعت هذه السجون على ثلاثة أنواع وفقا لنوعية جرائم المرتكبة بالإضافة للسجون السرية والنسائية الموالون للنظام السوري والمنضمون لفصائل المعارضة كالجيش الحر وبعض المنشقين عن العصابة الذين لا يطيعون الأوامر جميع هؤلاء هم من نزلاء السجون الداعشية المتواجدة في مدينة حلب في منبج الباب وجرابلس وأخرى في الرقة ودير الزور السجن الأول يقع وسط مدينة حلب ويتم تعذيب المعتقلين بالجلد والكهرباء والتهديد بالذبح بوضع سكين كبيرة على رقبة المعتقل وإجباره على الاعتراف وإلا سيتم ذبحه إضافة إلى ذلك توجد شاشة عرض داخل السجن تعرض فيها مشاهد لقطع الرؤوس يقوم عليها عناصر العصابة ضد من يسمونهم المرتدين والكفار ويتم إخضاع المعتقلين لدورات شرعية أما السجن الثاني فيقع شمال المدينة ضمن مبنى حكومي عام وهو عبارة عن طابقين ويسمح لهم بالزيارة ومشاهدة ذويهم اتضم بلدة مسكنة القريبة من مدينة حلب هي الأخرى سجنا مركزيا سريا لكنها تستقبل بالعادة المتهمين بجنايات جرمية تعتبرها العصابة مبررا لإقامة دورات شرعية كالمدخنين ومانعي الزكاة والمختلصين لأموال الدولة وجنايات أخرى خليفة الخضر هو أحد الناجين من أحد هذه السجون في مدينة حلب متعثرا بأمل يجعله يتمكن من الاستمرار بالحياة تحت مقولة على هذه الأرض ما يستحق الحياة يشيح بنظره عن المكان الذي سجن فيه لمدة سنتين ويحاول أن يستذكر من أمضوا معه ليال طويلة حالمين بحرية أو لقاء يجمعهم بذويهم حتى لو كانت لمرة واحدة فقط كان غالبية المساجين كانوا يكتبوا على الحيطان للسبب واحد أنه ممكن نقلونا على السجن الثاني فيكتبوا اسمهم بحيث بالأيام إذا يجي دخل حد سجين أو تحرر السجن أو أي شيء صار يشوف اسم هذا السجن على الحيط يعرف أنه مر من هنا أو عدا من هنا أو هذا من كل ساعة تعيش لا يعطي أمل لأهله طبعا أنه متقلين كان غالبيته من كأب السوريين وفيه من غير الجنسيات وكان في موجود الصحف الياباني هوروني كان متقل في هذا المهجع الجن مهجعنا يعني في هذا السجن بفترة تاريخ اعتقاله وطبعا القتل كان ما معرفوني كان يدفنوا قتلا ولكن هنا يقولون أنه لاحن ما رح ندفنهم بمقابر المسلمين رح ندفنهم في الحاويات والمذابة مدينة منبج تعتبر مركز ولاية حلبة لعصابة داعش وذلك لحجمها الكبير وعدد سكانها الكبير أيضا وهي تؤوي نازحين من عدة مناطق ولكن العديد من هؤلاء المعتقلين أفرج عنهم بعد تحرير مدينة منبج من عصابة داعش الإرهابية الآن نحن في منبج بعد تحرير منبج وتمشيطها من داعش وأخراج المدنيين ووضعهم في أمان السجن وصلب وإجرام يا أخي إجرام وقص روس الله وكيلك إرهاب شغلة ما شفنا لسعب عمرنا أنا صار لي 50 سنة أخي ومن جرية لجرية تهجر إتقوم العصابة بزج المعتقلين المهمين بالنسبة لهم في سجون سرية حتى لو تعرضت للقصف ستظل مستمرة بأداء مهامها كالمنازل السرية التي تستخدمها العصابة في أوقات القصف ما زال هناك العديد من الأسماء التي اختفت مع الزمن والتي لا نعرف إلى الآن إن كانت على قيد الحياة أم لا وما زال هناك العديد من السجون السرية والمركزية التابعة لعصابة داعش والتي لم يعلن عنها بعد لتترك معاناة الناجين من هذه السجون تروي لنا ما حصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر